اشتركوا في القناة شيخنا واستاذنا وحبيبنا الشيخ وجيه الصوي شرفته نورته سيد رب يرضى عنك فضل الشيخ خيري وينفع بيك ويسعد ايامك ولا يليك يا رب العالمين وجمهور هذه القناة الطيب والمسلمين جميعا في كل مكان يا رب العالمين الله يبارك فيك سيد دائما اقول قد يهون العمر الا ساعة وتهون الارض الا موضع والساعات الجميلة اللي احنا بنقضيها بين ايديكم سيدنا يعني تشرح القلب وتسعد النفس واسأل الله عز وجل ان تكون في موازين الحسنات يوم ان نرجع الى ربنا سبحانه وتعالى احبابنا في قضية التعليم اللي احنا بنتناقش فيها نقاش عميق جدا في الايام الماضية اليوم هناك رسالة مهمة جدا 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 عندما تربي ولدا خاويا ولدا خاويا اذا ما اصابه الشر جزع وانهار انهيارا تاما واذا ما اصابه الخير فتن وتكبر وتجبر ولد هش لا تتخيلوا ايها الاحب الكرام الهشاشة النفسية التي يعيشها ملايين الشباب في هذه الايام ولا سيما الطلاب الولد لو ضاعت منه درجة بيانهار الولد لو مر بمشكلة بيسقط الولد لما بتجيله اي نعمة بحرف كورة زكي في المدرسة مع فلوس هو حاسس بزكاء بقوة بدنية تجد قمة الافترة والطغيان والبغي فامر رهيب انك تربي ولد هش الى هذه الدرجة هش ليس في قوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لأحد الا المؤمن ان اصبته سراء شكر اي استخدم النعمة فيما يرضي الله الله اكبر وان اصبته ضراء صبر فكان خيرا له يبقى في الحليل وذلك النبي يتعجب والحديث ده يريد يكون من المناهج الاساسية ومن القواعد المهمة الضرورية التي يحفظها الولد وتعلق في البيت وتكرر كمعنى اساسي جدا لانضباط هذه الحياة في وضع الان نعاني من هذه الهشاشة يا شيخنا النفسية الرهيبة جدا اللي موجودة عند الناس نعم بسم الله والحمد لله وصد والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وده من رزق الله جل وعلا لهذه الامة العظيمة وكذلك جعلناكم امة وسطا الله لتكونوا شهداء على الناس نعم لمن يا شيخنا نلاقي المنهج القرآني والمنهج النبوي اعتمد اعتماد اساسي على بناء المسلم البناء الصحيح لا افراط ولا تفريض لا غلو ولا مغالاة ولا جفاء ولا تجافي ولا هوانة ولا ذلة اعتدال اعتدال موازنة وسطية رائعة جميلة سيد حتى الاطباء يا سيدنا حتى الاطباء في الاكل اللي احنا بنكله ازاي ابني جسم صحيح الجسم الصحيح مش ينبني مثلا باكتر حاجة مثلا فيها قيمة غزائية الناس مهتمة جدا بالبروتينات واللحوم لأ ده ممكن يوديك في بعيد خالص ممكن يهلكك لو تنيتك شغال على السكريات ممكن يهلكك ممكن يهلكك الحال ان انت تاخد من كل حاجة ما يطيب به يومك ما يطيب به بدنك ما تطيب به حياتك انه محتاجه جسمك بموازنة و باعتدال شديد بمقدار يا سيدنا كل حاجة بمقدار زي ما حرك تفضلت وذكرت ان مسألة البناء ان ده بناء بناء هش كلمة جميلة حركة ذكرتها في المقدمة ان فيه ناس مبنية بناء هش وده فعلا احنا بنشوفه احنا عندنا في اوائل السنوية العامة اتنين وعشرين البنت اللي طلعت تانية او التالتة مش فكر بالضبط قالوا ان هم ادركوها في اخر لحظة من الانتحار لا حول الانتحار والله لسه حد والتانية اه دي حد ان في عاوزة هي تانية ده الناس المفروض يعني انت بقيت مضرب المثل ولكن هي كانت عاوزة تطلع الاولى على فكرة سيدنا في احنا لسه معنا الحوارات طويلة والنقاط متعددة لكن بس ذكرت نحضر لك عشان ان البه بعض اولياء الامور الى امر خطير نعم كلما كان الولد زكيا كان الجهاز العصبي بتاعه حساس جدا 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 بمعنى يعني الولد ببسط الكلام يا سيدنا شوي كلما كان الولد بسم الله ما شاء الله عبقري وشاطر نعم بتبى درجات الاحساس عنده عالية جدا نعم وجهازه العصبي بتبى متوتر بشكل شديد نعم فبيرى ما لا يرى نعم ويشعر بما لا يشعر به الناس نعم ويفكر في اشياء عجيبة جدا نعم وفي اشياء كثيرة جدا تسبب له ضغط نعم الجانب الزهني والجانب العقلي ده بيعمل ضغط اشهدت جدا على اعصاب الولد نعم فاحيانا لما يصب بها شاشة نفسية رهيبة نعم اقل كلمة تعله نعم اقل عبارة تدايقه نعم اقل خفوق في اي شيء من حياته يسبب له كارثة نعم ودايما في حالة حذر وخوف من اللي جاي وخوف من الناس ليلة ان هو الزكاء اصبح اشبه باقرب ما يكون الى الجنون حل دي فين يا شيخنا اعم في التربية الايمانية ليلة ان التربية الايمانية عملت نفس الحرك بتقوله ده صحيح ان الانسان يبقى انسان تقي نعم ان الانسان يبقى مثلا ايه محافظ على قلبه نعم لا يريد ان ينكت فيه كل شوية نكتة سوداء حتى يصبح القلب اسودة مربادة نعم كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكره منكرا مم الا ما اشرب من هواء هو ده يا شيخنا المصار اللي ربنا سبحانه وتعالى مشان عليه مم ان الاصل ان الانسان القلب بتاعه يبقى ابيض زي الثوب الابيض نعم ان هو يحافظ على بياضة مم طب لو ازنب الاصل ان هو عنده حساسية عالية من الذنب عنده حساسية عالية من الخطأ مم ده بيروح بقى ينتحر ولا يموت نفسه مم مم ده بيعلم ان ربنا غفور رحيم نعم يخبل التوب ويعفو عن العبد نعم ان ربنا سبحانه وتعالى ب ب لا الله افرح انت طبيعي هتغلق طبيعي هتزل نعم طبيعي فأنا ربك ارحمه فارجع او او من الحاجات يا سيدنا اللي نضمن بيها ان ابني ما يقعش في حاجة زي كده ان انا كن مشيه تبني في المصاري الايماني الله ان انا كن ربيه تبني على التربية النقية ايوان هو فعلا متربي فعلا على معالي الامور ولا يرضى سفاسفها ايوان هو فعلا المؤمن فعلا متربي فعلا ان هو انسان نقي بيور حاجة ايه حاجة لا تقبل طب ولو ده حصل يعرف ان ده قدر ربنا سبحانه وتعالى فيه وطبيعي طبيعي ايو رب الولد على ان العثرات والكبوات والمصائب والكوارث شيء طبيعي طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الاقدار والاقدار نعم ايو مطبوعة على كده بل بالعكس ده الانسان الشاطر اللي بياخد من الكبوة بياخد منها همه الله ان هو ينتفض ويقوم يلحق انا فاتني قد ايه لما وقعت الوقع دية الناس اللي كانوا معايا في السبق سبقوني بقد ايه وده بنشوفها كتير يا سيدنا ان يعني حتى في السير الى الله جل وعلا نعم انه ممكن انسان يلم بذنب ربنا يا رب يتوب علينا وكلنا اصحاب ذنوب امين الاصل ان الذنب ده يكسب العبد كسرة يكسب العبد همه ان انا عاوز اتوب الى الله جل وعلا وعاوز اقفوق من الذنب بتاعي من غير ما يكون حصل عندي احباط من غير ما يكون حصل عندي قنوط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى والدنيا لسه ما وقعتش بالعكس لربنا سبحانه وتعالى في الفرقان وبيتكلم عن عباد الرحمن يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات تخيل سيدنا المفهوم ده مفهوم للأسف فيه يعني يعني غفش شديد وضبابية شديد جدا عند اهل الايمان واهل الدعوة واهل الخير وعند اهل الدنيا نعم يعني اهل الايمان لا يريد الولد ان يخطئ ولا يريد المسلم ان يخطئ ومجرد ما يرتكب اي خطأ من الاخطاء ينهار ايمانيا نعم وربما اعتقد من داخلي ان انا خلاص انا كده نعم لا انتهى معاهدي جدا يعني ان وقعت في دم المهم بسرعة الافاقر والتوبة والانهاب نعم قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسكم اصرفوا اصرفوا شفت غيرها زين اذنبوا اصرفوا لا تقنطوا من رحمة الله ان الله هيغفر زنوبة الثانية بقى على مستوى الدنيا ايوان الغرب سابقونا في الدائرة دي ان الولد من الصغر بيتربى طبعا فيه امكانية تعلمية عليه نعم وفيه فكر ان الولد يجرب ويغلط ويبوز الحاجة ويجرب تاني كده بيتعلم نعم احنا عندنا ما فيش احدى مليد المهم انه هو لما يغلط يتعلم يتعلم وانه يجد من يوجهه صحيح وانه ياخد يلاقي فيه ايد بتقول له خب بالك انت وصلت النتاج ايه من الاخطاء بتاعتك لكن يا شيخنا الخطأ جزء اساسي من العملية التعليمية عنده ايه وده صحيح احنا عندنا هنا الولد ما يغلطش مسألة التجربة مين اللي رب الاولاد انها تجيب مية في المية ومية وخمسة في المية نعم ده ازاي ده ده اي تربية عقل نعم وبيبو الولد من ساعة كيجوان وكيجو تو وهو مضغوط فيه انك انت مش هتنقص ولا حاجة يعني معناها غير مسموح لك بالخطأ نعم لا في اختبار شهري ولا في اختبار متر ولا في اختبار سنوي ولا في نهاية السنوية العامة انت مش مسموح لك انك انت تغلق نعم ازاي انسان يعيش محاصر انه لا يخطئ للأسف يا شيخنا احنا وقعنا في ايه شارك الافراط والتفريط نعم ان حتى مثلا واحنا في شغلانة التدريس يلاقي كتير جدا مثلا من الاولاد جايب تسعة ونص من عشرة يقعد يعيط ويسرخ وفازع ايه ابني فيه اقول ماما لو شافت الدرجة دي هتبهدلني هتدربني وهتقول لبابا ويمنعوني من كزا ومش هيودوني كزا وتلاقي ولد تاني مضيع الدنيا نعم جايب صفر من عشرة جايب نص من عشرة نعم فده افراط افراط شديد جدا جدا في التعامل مع الولد ان ايه وعا تضيع ايه وعا تعمل الامر ده قد يكون مستحسن ولكن له حدود وله ضوابط نعم وان انا طبيعي ده شيء كويس جدا ان ابن يخطئ وان انا اللي اقومه صحيح وان انا اللي اخد بايده صحيح احسن ما يخطئ بعيد عن عيني نعم او احسن ما يخطئ ويخفي بقى جبان نعم يبين ما يجيش يحكيلي ان هو اخطأ نعم البنت وقعت مثلا ايه بعيدا بقى عن ايه مسار التعليم ايه وقعت في غلطة برة مع ولاد شاب مع حد ما هي لو لقى يا ام احنينة هتعرف تسمحها وتتلاقش معاها اه لو كان امر حاصل فيه تفاعل فهات وخد هتروح برضو تقول لأمها يا امي انا حصل معايا كذا كذا النهاردة صحيح لو الولد جي لقى حد بيكلمه في فكرة منحرف برة حد بيكلمه في تعاطي حاجة برة وعارف ان ابوه انسان عاقل وانسان رشيد وانسان حليم وانسان حكيم هيروح يقول له يا ابي هيبطش به مش هيضربه مش هيعاقبه مش هيحرمه فما بالك ان الولد حين شخنا بيكذب ويعيش في حياة مزدوجة نعم حياة ظاهرها الاستقامة والطوعية والبتاع والدم بابا والدم ماما نعم وحياة خفية في منتهى التعاسم نعم لانه عارف ان ان الاب لا يقبلون اي خطأ على الاطلاق نعم وهو بيرتكب فزائع تحت الضغط البشري وطبيعة الحياة اللي احنا فيها ده على فكرة على كل المستوية يا سيدنا صحيح عارف حتى في موضوع الكورة نعم في اوروبا هناك العادي جدا ان اللاعب يلعب مبارسية او عشرة او يضيع حدف او يضيع هو خلاص عنده ثقافة ان الامر عادي نعم النهاردة افوز وبكرة اخسر عادي جدا ان انا اكسب وان انا اخسر الدنيا ماشية بالشكل ده هنا مفيش لو حصلت انتصار بتوبة حفلات غير طبيعية عندنا مبالغة افراط في المبالغة هستيرية وساعة اي كسرة اقامة مجازل فصيحة جدا اي فاللاعب حتى في دوائر اللعب حتى في دوائر اللعب نعم الهوس النفسي غير طبيعي نعم كل الفنانين في كل دوائر الفن يا سيدنا الشعر والادب وكل حاجة كل ابواب الفن بيبع عندهم من الضغط النفسي قبل العمل ذات نفسه وبعد انتاج العمل وانتشار العمل ضغط نفسي غير طبيعي ليه بسبب انتظاره الرد فعل الناس نعم لا الامر عادي انت لازم تخفف الضغط على نفسك عشان تعرف تبدع وعشان تعرف تعيش نعم في دكاترة معينين زي دكاترة الدخدير يا سيدنا من اصعب انواع الطب نعم ومن امر المهن الموجودة في الدنيا نعم بيبقى الطبيب على اعصابه وغالبا معظمهم يموتون صغارا في السن لا حولوا لقاء بسببه يا سيدنا الجهالة الموجودة في المجتمع ان لو حصل حاجة وانت بتخدره للمريض وده وارد نعم لانه ده باب خطير جدا 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 اما تبقى كوارث بقى وهيجان من الناس على الطبيب وممكن تؤدي الى ضربه والقتله والمحاكمة فبيبقى على اعصابه نعم من بداية ما يخدر لغاية ما يوفيق من العملية نعم والتوابع اللي موجودة نعم بيقولك بيموتوا بدري بدري نعم من شدة الضغط النفس اللي موجود فيه نعم ولا مفيش بالطب في الاماكن الاخرى انا بعمل عليها خلينا يا شيخنا يلا نزلف للروضة النادية لروضة القرآن الكريم صحيح وحضرتك وعدتنا ان النهاردة يبقى فيها يعني معالجة قوية ايمانية اذا المشكلة فين بقى سيدنا اللي احنا بنحط ايدينا عليها قضية ان احنا ربينا جيلا يعني هشا خويا عند المصيبة ينهار نعم وعند النعمة يبقى فيه كبر وطغيان نعم الله عز وجل يقول ان الانسان هلق هلوعة اذا مسه الشر جزوعة نعم واذا مسه الخير منوعة دي توصيف المشكلة في كلام في كلام الله جل وعلا اصل الاشكام تلخيص اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية لما نقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى نعم كل الكلام اللي هيقوله المشايخ والدعاء بسم الله ما شاء الله القرآن حاسم المسائل الله اكبر من العجاب بقى سيدنا الناس اللي نحو كله تنادي بالانسانية ها الانسانية 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 وشايفاها ان هي اعلى شيء نعم حتى يقولك ايه اركن الديانة على جن ها وخلينا نتعامل معك كانسان وهل صار الانسان انسانا الا لما كان ذا دين بس كده دين بوحي من الله جل وعلا وحي معصوم المفاجأة سيدنا نعم ما زكر الانسان في القرآن الا زكر بسأة مزموم على المزم الله اكبر الانسان مجردا من دين مجردا من شريعة مزموم ان الانسان خلق هلوع ان الانسان لربه لكنون واذا انعمنا على الانسان اعرض وانا اجب واذا مسوا شركانا يقوس وكل الايات هات الايات ولكن بقى في صدر سورة الرحمن جميلة بيان اخر يا سيدنا ايوه البيان بقى الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان وبعدين دا الرحمن علم وخلق يعني يكون ممكن مثلا ايه سياق الاي يقول ايه الخلاق او العليم المعلم علم ايه او خلق انما دا من رحمة ربنا بالانسان الله ان ربنا ابتدأ الصورة بالرحمن اه الرحمن علم القرآن هو الانسان هنا بقى يبدأ بالقرآن دا طبما العلام علم ايه لا لا دا من رحمة ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى علم القرآن خلق الانسان الانسان دا مش يبقى له لازمة ولا يبقى له قيمة الا لما يأخذ هذا القرآن كلام خطيئ الإنسان لا قيمة له إلا بهذا الوحد شرقوا أو غربوا افعلوا ما تشاءون لا قيمة لهذا الإنسان إلا بهذا الوحد علم القرآن سيدنا وده اللي حصل يا سيدنا لما ندرس سير المستشرقين سير الناس أنا عدت يا سيدنا في مدينة الإسماعيلية العامرة مع ولد شاب من إنجلترا أب وأم إنجليز الولد ده كان من أبطال العالم في القفز بالمظلات من أماكن عالية جدا 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 الولد ده وصل لدرجة العالم كله بقى ينتظر اللحظات اللي هينطلق فيها من كتر ما هو كسر ريكوردات كتير يعني كسر أرقام خياسية عالمية كتيرة جدا جدا الولد ده اسمه مصعب مسلم هو دلوقتي الولد يعني الدنيا كلها الأنظار كلها مسلطة عليه وفي مرة من المرات الولد طلع فوق جبل عالي جدا في سكوتلندا وخلاص الناس منتظرة إنه هو هينزل بالمظلة بتاعته إلا إن الولد قرر إنه هو ينتحر وينتهي من حياته لإنه فيه خواء جواه بول أنا مش حاسس بالسعادة بول أنا مش حاسس بالإيمانيات برغم كل شغردية والعالم كله مسابط على الأضواء لكن هو فيه فارغ من الداخلها مصعب ده كان في يعني راح المغرب مرة وسمع هناك الأذان في وقت هو كان عمال يبتي في الفندق من كتر الحزن وكتر الضيق وكتر النكد بول أنا سمعت الأذان أنا معرفش هو إيه ولكن أنا حصل في قلبي هزة أنا حاسس إن فيه لا فيه أمل في الدنيا أنا فيه حاجة كده تسللت كده بقشعريرة إلى صدري غيرت في الموت بتاعي بيقول وفي اللحظة دي أنا معرفش هو إيه ما قدرتش أترجم اللي حصل ما قدرتش أفهم إن دي كانت رسالة من ربنا لي إن لسه فيه أمل في حياتك يا مصعب إن أنت تعيش حياة سعيدة والناس كلها شايفة إن السعادة إن مصعب ده وصل إن هو بقى فيه بطولة عالية جدا 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 وبقى يعني نجم من نجوم العالم بولوا في اللحظة دي أنا قررت والكاميرات كلها علي وفيه فائرات مروحية واقفة بتسجل الحدث ووكلات أنباء منتظرين اللحظة إن أنا هارمي فيها نفسي بالمظلة اللي إن قلت لأ أنا هارمي نفسي وانتحر بول في اللحظة دي أنا أقبلت خلاص على الانتحار بول لقيت صقر كبير جدا جدا جايلي من قبل أنا جاي بيقوله وبيمنعني أو إنه يعني جاي إيه أقبل علي صقر شيء غريب إنه جاي على إنسان بول ردني من هذا الانتحار وبقول أنا في اللحظة دي ما سمعتش غير صوت الأذان اللي أنا كنت سمعته قبل كده بوله كأنني فهمت إن ديها ترسالة من ربنا سبحانه وتعالى بول رجعت تعالى تدور على الصوت دا كان عبارة عن إيه أو الكلام دا عبارة عن إيه عرفت إن دا الأذان بتاع الصلاة إيه يا الصلاة بول رحت المركز إسلامي وبدأت فعلا أتعلم الأذان وأتعلم الصلاة لقيت بيت ولد فيي بطل جديد لقيتني أول مرة حس إن أنا إنسان إنسان ممكن أسكن ممكن نفس دي تهدأ وتطمئن الذين أمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب وفعلا جيهنا الأزهر وربنا سبحانه وتعالى رزقه صحبة شيخنا الحبيب الدكتور محمد رجب علي رحمة الله مع أخواننا في مسجد ردوان في الإسماعيلية وعيش وعاد بوقت الموجود في إسماعيلية وشغال هناك وتجوز من هناك وعيش عيشة أنا على اتصال به إيه الأخبار يا مصعب يقول لي أسعد إنسان مصعب أسعد إنسان أقول له يا ابني ارجع طيب لعالم البطولة يقول لي مش محتاجه في حاجة أنا خدت نصيبي منه يا ابني الإسلام ما بيمنعكش من كده يقول طيب ماشي أنا خدت نصيبي من البطولة أنا عاوز أبقى بطل في المحراب أنا عاوز أبقى بطل البطل إن أنا أبقى ختمت جزء عالمنا لذلك سيدنا هذه إشارة شديدة جدا سيدنا عند مصعب غيرت من حياتي وهي موضوع الصلاة نعم سبحان الله أول علاجات الكلام في غاية الخطورة أيها الأحبة الكرام جدا يريد كده انتباه شديد جدا عشان تعرفوا سبب الكلام في الولد هش لما بيصيبه شر بيجزع ولما بيصيبه خير بيمنع العلاج إيه قال سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي استثناء الصلاة نعم الصلاة بدأ بها قال الذين هم على صلاتهم دائمون وختم في الصفات الجميلة الأهل الإيمان الذين ينجون من الهلع ده من الجزع ومن المنع ختم بها أيضا قال والذين هم على صلاتهم يحافزون يبمر نعم دائمون ومر يحافزون نعم في دوام على الصلاة نعم مع إتقانها بخشوعها وخضوعها نعم استحضار القلب نعم نستمتع بالصلاة نعم وعنصر في غاية الخطورة يا سيدنا نعم إذا ما أردنا أن نربي ولدا نعم قويا في وجه المصائب والكوارث نعم جبلا نعم صلبا متينا نعم وكذلك بسم الله ما شاء الله عندما يأتي الخير لا يطغى ولا يرغن نعم تراه بسم الله ما شاء الله مستقرا مطمئن بالصلاة نعم الصلاة نعم صحيح نجا رهيب جدا جدا أيها سيدنا في بابين هنا يا سيدنا نعم أول باب باب الجزع نعم قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة والصلاة نعم الإنسان يستطيع أن يصبر بهذه الصلاة نعم أرحنا بها يا أبينا نعم وكان إذا أهمه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فازع إلى الصلاة فازع إلى الصلاة فالصلاة بتلوت القرآن كلما كان نصيبك من الصلاة وحظك من الصلاة أوفر نعم كلما كان بنيانك النفسي والقلبي والعقلي في مواجهة هذه الدع نعم أجل وآسف نعم ننصر صلاة سيدنا كان سيدنا من الأمور يعني إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بها لما اقتربنا من شيخنا الحبيب شيخ أسامة عبد العظيم أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفرنا أن يعفو علي إن كان شيء عجيد جدا أكدت أحبة أعود دايما جم سيدنا الشيخ نعم أنا ربنا أكرمني يا شيخنا أول شيخ شفته في حياتي كان الشيخ أسامة الله يعني الناس كتير مسلا وصلت للشيخ أسامة عن طريق مشايخ لأنا وصلت للمشايخ عن طريق الشيخ أسامة دايما تبدأ بالقممة ده رزق ربنا سوق الله تعالى منو أنا لسه في إعدالي نعم فكنت أروح أقعد جنب الشيخ فالشيخ يبصي لي كده هو عارف إن أنا أنا قاعد أتعلم من حوارات الشيخ فكان حد جاي يتلم الشيخ عاوز أتجوز يقوم يقول له طب صلي ألفين ركعة ألفين ركعة يا شيخنا بس حد جاي يقول له أنا فيه مشاكل في البيت يقول له طب قوم صلي متين ركعة شيخنا أنا جاي شاورك فيه شغلانة كذا ولا كذا وأنا مستعجل يقول له طب قوم صلي مئة ركعة فكان الإخوة دايما حريصين على مشورة الشيخ إيه يا جماعة إيه السر السر والشيخ يعني الفتوى بتاعته أو الرأي اللي هيخده الشيخ استفتح المغاليق بإيه بالصلاة واستعينه بالصبر والصلاة والأخ اللي أم صلى متين ركعة ده ما هو ما عملش حاجة غير أنه ترجم في الحديث القدوسي عبدي قم إلي أمشي إليك ما انتقرب مني شي برا انتقربته أنا لما صليت ركعة ورا ركعا عمال قرب من ربنا وربنا عمال يقرب مني مثل هذا لن يخيب يبقى فيه بركة في المشهورة يبقى فيه بركة في العمل لأينا ده بقى في قول الله اللي حركتها فضلت بيه واستعينه انت جاي تكلمني في ايه في مشكلة انت جاي عاوز ايه عاوز مشورة انت عرض لك أمر الأمر ده انت فقير انت ذليل انت ضعيف انت مريض واستعينه بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة مش أي حد يعرف يأخذ الدولة مش أي حد يعرف يتعاطى مع المشاكل بالطريقة دية وإنها لكبيرة إلا إلا على الفاشعين مش أي حد يعرف يقف بين إيدين ربنا مش أي حد يعرف يصلي صلاة فيها جزئين وثلاثة واربعة مش أي حد يصلي حتى تتورم قدماء حتى تدمى قدماء مش أي حد يصلي حتى تتشقق قدماء وإنها لكبيرة إلا على الفاشعين وإحنا بندرس سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا وقفين في عملين نتفرج على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم طول الليل رافع دي حتى يرى بيضة ابطيه طول الليل رافع دي لغاية ما اسقط عنه رداء الشريف يجي سيدنا وبكر يقول له هون عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله منجز لك وعدك وكأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش دارب سيدنا وبكر ولا حاسس بأي حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيجهز الغزوة بيجهز الغزوة بإيه ما هوش فارد الخريط قدامه وإن كان فعل كده النبي صلى الله عليه وسلم عمل الهبة العسكرية لم يأخذ بالأسباب المادية فقط أشيروا علي اشيروا علي نحارب فين نقعد فين نعسكر فين ايه رأيكم من ابن العريش فين خذ الاسباب دي كلها وبعدين وقف طول الليل للسبب الاكبر الاجل والاعزم طول الليل يبكي ويقول له يا رب يقول له يا رب سيدنا علي ابن ابي طالب اللي قال ان احنا يوم غزوة بدر كنا بنستخبى في النبي صلى الله عليه وسلم هو هو بيقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاذا به قائم يصلي ثم عدت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به قائم يصلي ثم عدت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاي يا عم انت ودوأ هت صلاة ايوا هو دوأت صلاة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقوم مش هيرفع راسه من السجود اللي لما يقول له سيدنا ابو بكر أبشر يا ابا بكر هذا جبريل اخذه بعناني فرسي على ثنياه النقى من العجيبة سيدنا صلاة الخوف في وسط المعامع والحب يقوم الناس يصلون جماعة معنا فريقه فريق. صلاة عظيمة جدا. نعم. في وسط القتال ووسط المعامل دي. نعم. الفزع يا سيدنا اللي حرق خايف علينا منه ده اه. وتقول يا جماعة صلوا عشان ربنا يحميكم من الفزع. ايه. النبي صلى الله عليه وسلم بقول وجعلت قرة عيني. الله. في الصلاة. راحتي وطمأنينتي وسكينتي. في هذه الصلاة. حزبه امر. انا في امر امر ايه اللي حزبه ده? اه راح بي لقى حد من ولاده عنده ولي عزب الله كنسر. اه. لا امراض ولا اعم ولا اعميته عنده فشل كلوي. اعمل ايه? نطلع شجار يمسك التليفونات وطلع الكروت وقعد يقول يا دكتور فلان سعيد. يا ايها الاحب الكرام والله العظيم والله العظيم ماذا كلام دروشة اه? ولا ناس بتسلح بيكم اصلا. ولا بتبعلكم الوهن. جرب نق قلبك نق قلبك وزكي عقلك وانصب قدميك بين يدي اللي عزب. انا معترض على كلام حضرتك دلوقتي وشكلنا هنتخانق. ايه. الوصفة دي لا تجرب. صحيح. الوصفة دي. صحيح. لا تعطى الا لمن تعامل معها باليقين يا سيدنا. نعم. نعم. انا عارف ان اخويا الشيخ خير يا حبيبي. نعم. ولما يكون محتاج فلوس باتصل بيقين عليه. صحيح. خير بعتلي الف جنيه بعتلي عشر تلاف جنيه. اعم. انا ببقى مش هتصل كده الا باليقين. نعم. الله جل وعلا لا يجرب. صحيح. الله جل وعلا احنا محتاجين نتعرف على ربنا. صحيح. محتاجين نزل لنفسنا لربنا. وروح وانت كلك يقين. محتاجين وقوله يا رب ان قاطعت الحيله الا من بابك. صحيح. كل الابواب مسدودة. صحيح. الا بابك انت. صحيح. كل الابواب مغلقة. صحيح. انا ما عرفش اللي انت. صحيح. انا في المعنى الجميل ده. مم. ان الله حيي كريم. نعم. يستحيي اذا رفع العبد يديه ان يردهما صفر الفائبتين. الله. 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 كملي سيد مسيق الايات يا سيدنا الجميل. من العجائب شيخنا وينتبه اليه كثير من الناس. ان الزكر هذا قوة. نعم. واعظم زكرا ما يكون بتلاوة القرآن. وزكر الله عز وجل في الصلاة. الله اكبر. الله اكبر. يا جماعة قوة. قوة لبدنك. قوة لعقلك. قوة لقلبك. نعم. قوة لدنياك. قوة. من الاحاديث الاصلة عند البخاري. لما السيدة فاطمة كانت تريده خادمة. نعم. السيدة فاطمة ما قالتش انا ملزمة ومش ملزمة. لا لا. لا خالص. شغالة في البيت. بنت النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فاطمة. نعم. تكنس وتمسح والفرن وبتاع. حتى اشفق. وليكتل المشكلة في طحن الرحة. يعني ما كان الطحين. تطحن نوى وكلام زي كم. بنت النبي صلى الله عليه وسلم. من احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله وعنا. لغاتنا سيدنا علي اشفق علي. سيدنا علي فقير. يعني معهش الاموال يأتي لها بخاتم. روح للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر في وجهه المبجر المعظم وتستحيك ان تطلب شيء. وترجع. من الجميلة سيدنا لما رجعت السيدة فاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلاحقها في وقتها. ولكن ترك مساحة من الوقت. نعم. التلاهف والملاحقة في نفس اللحظات وفي نفس الاوقات. احيانا اشعر الذي امامك باليأس منك. لا هو ما خد شبانه والموضوع انتهى. نعم. ومش هيسأل والدنيا انتهت خلص. نعم. نعم. ثم بعد ذلك. لا دانا مهتم. والامر في زيني. نعم. بالليل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. الله. صلى الله عليه وسلم. دخل على السيدة فاطمة وسيدة علي وهم انا امام. نعم. هيقوموا قال على رسلكم. ومن باب المؤانسة. نعم. دخل على سلم ومد رجليه بينهم. الله. وقال يا فاطمة. جئتي اهل محمد اليوم. ماذا كنت تريدين. يبا نفزهني من ساعة انتي ما جيت. انا مش نسيك يا بنتي. اه. خالص. مش نسيك يا بنتي. فاستحت. نعم. فسيدنا علي بقى لم يجد بودة بقى. ايو. قال له يا رسول الله ده مطحونة وراحة وفرن وغسل وكنس. بتشوف لنا خادم من العبيت اللي بيقولك دول من المعارك والحاجات اللي. نعم. النبي صلى صلى الله عليه وسلم لم يقل له نعم. لان في حد اولى من فاطمة. لا مش اقب لك انا خادم. نعم. ولم يقل لا صلى الله عليه وسلم. لان الله دقيلة جدا على النفس. نعم. جدا. ولكن الاجابات الرائعة عزين حل اه. فقال اذا اويت الا ادلك على ما هو خير لك من خادم. اذا اويت الى فراشك. ده يعني ده يعني في الخير لك من خادم. اه. في الاجر عند الله. اه. ولا في توفير صحة لبدنك. تقوم مقام الخادم. الكلام عند اهل المفتوح. عاوز اتأخذي قوة. هذه القوة تعينك على اداء عملك. الكلام مفتوح لذلك استنبط اهل العلم منها. نعم. انك ان القوة بتاعت السيدة فاطمة ستضاعف بهذا الزكر. الله اكبر. يعني كيان انا بعتلك خادم واكثر من خادم كما. نعم. نعم. قبل ما اتنامي بس اولي سبحان الله تلاتة وثلاثين. الحمد الله تلاتة وثلاثين. الله اكبر تلاتة وثلاثين. وهو خير لك من خادم. كيان القوة تضاعفت عند السيدة فاطمة. كيان ارسل اليها خدما. فسبحان الله البدن البدن ما يتغير. لذلك واذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا. اه? واذكروا الله. واذكروا الله. ذكروا الله عز وجل يعطيك قوة. قوة شديدة جدا. عشان كده يا شيخنا ممكن الاقي مثلا ولد شاب في منتهى قوته. صحيح. مش قادر يقوم يصلي ركعتين بربع. صحيح. ولاقي راجل عجوز ومريض وطول النهار في شغله وقافي يصلي بجزئين وثلاثة. الله. عشان كده يا شيخنا ممكن نلاقي. ممكن نلاقي ولد شباب مش قادر يصوم يوم. نعم. ولاقي حد تعبان وشأيام طول النار في شغله. نعم. ويقول لك انا صايم ايام البيض. انا صايم اتنين وخميس. انا صايم تسعة ايام بتوع ذو 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 الحجة. ألاقي صايم ايام عشوراء. ألاقي صايم ست ايام. القوة دي هو كلما ازداد ذكرا لله جل وعلا. ولما اخذ معونة. جميل. تعينه على الذكرة. تعينه على العبادة. في قوة قلبية وبدنية. نعم. بالازكار. هذه الصلاة التي دخلت فيها واطلت فيها. وانت تتل القرآن. والله والله يكاد يكون. ليس هناك علاج لهذه الامة. على مدار الاعمار والامصار وفي كل حين وفي كل وقت. الا ان هي تطيل صلاتها بتلاوت القرآن بتدبر. نعم. وكلها يتحل. الجميل يا شيخنا. نعم. احنا بندرس اسمه الله الحسنة وينع اسمه الله القوي. نعم. وقل بيلك انت درست اسمه الله القوي. يلى تقوى بالله. الله. استمد القوة. ايه? على تلك الشدائد وعلى تلك المصائب. وعلى المصائب بالله جل وعلا. الله. يعني يا استمد القوة بالله. خد من قوة ربنا واشتغل بها. خد من قوة ربنا سبحانه مسا duplic بنا وانت بتتعامل مع مشاكك وانت وانت بتستغني بسم الله الغني بتستغني بالله عما سواه مدد وقوة من الله جل وعلا ومن اللطائفة سيدنا ان الناس المصلية دي ليست ضعيفة وليست خائرة القوة وليست فقيرة محتاجة او جائعة ابدا ده بالعكس عندهم من الوفرة الاقتصادية بسم الله ما شاء الله كأن في علاقة قوية جدا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ده لا ينام بالليل ومع ذلك دمعاء ما لينفقوا بالنهار يحدى شغال لأن ربنا بيبارك بركة شديدة جدا في عقله وفي قلبه وفي بدنيه وفي روحه وفي تيسير الحياة تتعجب هو لا ينام بالليل ومعاء أموال ينفق ينفق على اليتام والغلب وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أمواله ده كانوا قليلا من الليل جميل المعنى ده وشوف الإقاع يقول له كيف صورة الزريات جميل المعنى ده وفي أموالهم حق ما لش حق معلوم زي صورة المعالج كده لأن صورة الزريات فيها البركة الله أكبر ماهو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ده مش الصلاة المفروضة تحس الكلام في المعالج على الصلاة المفروضة نعم لكن هنا على الصلاة التنفل كانوا قليلا أصلا قليلا من الليل ما يهجعون عند بعض أهل العلمة بيستحب الوقوف على قليلا كانوا قليلا أنه كانوا ليلين من الليل ما يهجعون أسحارهم يستغفرون وفي أموالهم فذات زيادات في العبادات كذلك في العطاء من قالش حق معلوم قال وفي أموال حق للسائل حق مفتوح للسائل والمحروم العطاء إذا بيزيد مش مغرب زكاة مال لا ده صدقات وإحسان وبر شوف يا سيدنا الأول كانت الصلاة دائمة والصلاة فيها حفاظ تشعر أنها الصلاة المفروضة فكان حق معلوم التانية صلاة مفتوحة فأصبح حق مفتوح شوف الإقاع القرآني المتناسق والمتسق والقوي جدا في التنوى فعنصر الصلاة أكبر وأعظم وأجل لما يمكن أن نربي عليه أولادنا أن يكونوا بسم الله ما شاء الله ثابتين كان العقاد له أبيات لطيفة يصف حال الناس لكن ليس هذا حال المؤمن يقول فيها صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وزو عمل به ضجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر ويشأ المرء من هزما ولا يرتاح منتصرا فهل حار مع الأقدار أم هل حير القدرة وهذا تجاوز شديد من العقاد القدر لا يتحير العقاد كان أديبا لم يكن عالما في الشريع فهل حار مع الأقدار أم هل حير القدرة شكات ما لها حكم سوى الخصمين إن حضر الحل كان عند العقاد عايز تريحي الواحد خليه صغير وكبير وشغال وبطال ومهزوم ومنتصر وغني وفقير وده استحال لازم حاجة من الاثنين لكن الحل اللي مش واخد منه العقاد إلا المصلي الذين هم على صلاتهم دائمون لو الإنسان تمسك بهذه الصلاة كلما كان حظك موفورا من صلاتك بتلاوة القرآن في النوافل في القيام في صلاة الضحى كلما ازددت قوة نفسية وبدنية ولو تربى الولد على كده انت ربيت ولد زي الجبل فأرعن طماح الزؤابة بازخ يطاول أعنان السماء بغريب شخنا أنا النردة سعيد جدا 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 بالنور اللي احنا شفناه في كلام ربنا ده اللي هو العلاقة بين إيه العلاقة بين إن اللي صلى أنفق جاب منين جاب منين جاب من الخزائم اتفتحت له الخزائم صحيح إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حقهم دائمون ازاي يعني هو ازاي كان دائم وهتقول لي في أموالهم جات له منين المال صحيح إن المال ده جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى وكأمر يا سيدنا كان بيستدر عطائه الله جل وعلا نعم بكثرة وقوفه بين هده الله جل وعلا الله وكأنه لما أطال الوقوف بين هده الله جل وعلا وأدام الصلوات المكتوبات وزاد من الصلوات النوافل كأن الله جل وعلا سيعطيه بلا حساب الله وهذا العبد لما أعطاه الله جل وعلا لم يطغى نعم ولم يمنع نعم ولم يكن المنوع ولا الهلوع نعم إنما هو عبد في الاتزان النفسي اللي احنا كنا بدئين به الحلقة نعم لا ده هو ربنا سبحانه وتعالى أقامه بين هدهه وأعطاه من المال فأنفق خده من خير ربنا يقول لك خد خد ده مش من مالي ده من مال ربنا الله ده مش من فضل الخير ده من فضل ربنا ده من جود ربنا علي الله والذين فيه أموالهم حق معلوم يبعد من البغي ده سيدنا برضو ده إحساس رائع جدا ومن الحاجات اللي كانت بتصرني جدا في تأمل الحياة سيدنا سليمان كلما وجد النعمة ذكر الرب سبحانه وتعالى لم يطغى ده مش بشطارتي وزكائي إنما أتيت على علم عندي ولكن فتبثت مضاحكا من قوله وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أن أشكر أو أكف الإنسان يتذكر نعمة الله عز وجل مش بيتكبر وبيطغى لكن الآخرون سيدنا فبصرت بما لم يبصروا به قبل ما الوقت أنزلت من تحتنا يا سيدنا عاوزين نكمل الآيات ذكرنا الصلاة وذكرنا النفقة بعد الصلاة مباشرة يا سيدنا ذكر اليوم الآخر نعم والذين هم من عذاب ربهم الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم واشفقون إن عذاب ربهم غير الله فلا محال يا سيدنا إن ذكر يوم القيامة أن يكون في مخيلة الإنسان وفي ذهن الولد هذا يجعله دائما في راحة نفسية إن الدنيا دي كلها تسوي ده ذكر في بيت الصورة إن يوم القيامة طوله خمسين ألف سنة نعم أنا عيش أديه يعني عيش أديه شخنا شخنا على الكافلة شخنا الأيات دي الأيات دي شخنا أي خطيرة أو يا شخنا والذين هم والذين هم يعني شف الوصف في وصف الجماعة صحيح والذين هم من عذاب ربهم مشفقون الله إن عذاب ربهم غير مأمون حصل عنده الإشفاق وديت حالة ملازمة ليه أواش مستنى رمضان عشان يجيله الإشفاق ده نعم مش مستنى ليلة الأدر بقى وأنه يقف بقى إيه يا الله يا الله يا الله عشان يجيله حالة الإشفاق ده شخص حالة ملازمة والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ليه إن عذاب ربهم غير مأمون غير مأمون إيه وعطي الطم لنفسك إيه وعطي أقول أنا الشيخ أنا العالم أنا الإمام أنا الداعية إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون لمتلازمة يقول لها آيات متلازمة يعني السكنة ما حصلتش التوازن النفسي العلاق ده ما حصلش مع الصلاة فقط ده احنا ديها ترشطة يا شخنا صحيح رشطة لازم يقوم على كل أنواع هذه العلاجات نعم كل ده هذا يقوي النفس يعني الوقت يكون جميل بين يديك شخنا مع هذه الفيوضات الجميلة الطيبة والإشارات الرائعة والهمسات واللمسات النقية فالقضية قضية نحنا بنحاول قدر إمكان ننصح أنفسنا وإياكم إن المهم البناء لنفس الولد أن يكون قويات لا يجزع عند المصيبة ولا يتكبر ويطغى عند النعم ربنا محتاج محتاج فصبر جميل يتعلم الصبر طب أقوى وسيلة لتعلم الصبر الاستعانة بالصلاة وكذلك ذكر اليوم الآخر ساعة إذن سطرة ولدا قويا يستطيع أن يتعامل مع المصائب والكوارث وكذلك النعم والخيرات التي يصيبه الله عز وجل ويبتله بها سواء بالخير أو بالشر سعداء بكم إن شاء الله ونسأل الله عز وجل أن تكون أوقاتكم كلها نافعة نشكر شيخنا وحبيبنا الشيخ وجيه على هذه النمسات الجميلة إن شاء الله نفعل الله بكم شيخنا إن شاء الله وإياكم بالأفضل وزياد وجزاكم الله خيرا وإلى لقاء قريب السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم اشتركوا في القناة